نفى مصدر في المكتب مكتب السفير أحمد علي عبدالله صالح وجود أي حساب له على مواقع التواصل الاجتماعية فيسبوك وتويتر وأكد المصدر أن الحساب الذي تم إنشاؤه مؤخرا والمنسوب للسفير في تويتر حساب مزيف من شخص تحال شخصية وأن كل ما ينشر في ذلك الحساب ليس له أي أساس من الصحة ودعى المصدر الجميع وخاصة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في تناول ونقل أي أخبار يتم نشرها في حسابات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعية